ذلك الذي كان حلم في الماضي اليوم أصبحه واقع كيفش؟ المغرب شحال هذي كان يعتمد على الوقود لأحفوري لإنتاج الطاقة لكن في 2009 تبنى المغرب استراتيجية وطنية بتوجيهات ملكية وحتى برنامج طموح لإنتاج الطاقات المتجددة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها الطاقة النظيفة فمن بعد ما كنا نستورد الكهرباء والذي نحن اللي نستوره وهذا شي فضل مشاريع ضخمة واستثمارات هائلة على سبيل المثل فخر المشاريع المغربية مشروع نور بوارزازات أكبر محطة في العالم للطاقات الشمسية المركزة بالإضافة للعديد من محطة الرياح أكبرهم محطة طرفاية المغرب محبش حد هنا فبفضل الموقع الجغرافي وإمكانية الموارد الطبيعية المغرب أصبح يراهن على تحليات مياه البحر والتوجه لتطوير الهيدروجين الأخضر باعتبار طاقة الغد وهذا الشي اللي خلال المغرب نهار من بعد نهار يدخل في صدارة الدول المنتجة للطاقات النظيفة والمتجددة متفوقاً على ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا أفرض نفسه كلعب أساسي في مشاريع الطاقة الخضراء العالمية المغرب أصبحت جربة رائدة وملهمة للعديد من الدول لأنه وجه البوصلة منذ سنوات نحو مستقبل أخضر خالي من مصادر التلوت وهذا الشي اللي يعزز سيادة الطاقية الوطنية ونوع من مصادر الإنتاج فضلتوا جهات ملكية بغيتوا تعرفوا كتر دوزة موجدت لكم فيلم وثائق تحت عنوان المغرب المملكة الخضراء وبيناتنا هذا الفيلم خذتكم تفرجوا فيه إذا بغيتوا تعرفوا فين وصل المغرب في تطورة الطاقة وتأثيرها لنا الفيلم سيفصل في هذا الموضوع بطريقة احترافية وبشهادات قيمة من خباراء وعلماء وسياسيين داخل وخارج المغرب الفيلم سيتعرض نهار الأربع 26 نيوز مع العشرات الليل هذه النسخة سيتكون للفرنسية ومن بعد منها النسخة العربية والإنجليزية كونوا في المويد